عمر ما المعلومات التي لديك عن هذا الوفد الدولي وما المناطق التي يتوقع أن يزورها أو حتى المحافظات وعلى أي الحقائق التي ستعتمد صياغة التقرير بداية تحية لكم طبعا قبل قليل من الآن وصلت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالة الاختفاء القصري إلى بناية قام مقامية قضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار للقاء أسر المفقودين في هذه المحافظة لا سيما مناطق مختلفة من محافظة الأنبار منها مدينة السقلاوية التي ركزت هذه اللجان على هذه المنطقة المنكوبة حسب وصفهم بالإضافة إلى مناطق أخرى من محافظة الأنبار منها مدينة الرمادي مدينة القائم الآن دخلت هذه اللجنة إلى بناء قام مقامية قضاء الرمادي ودخلت في اجتماع مغلق مع اللجان المعنية بحقوق الإنسان من محافظة الأنبار بالإضافة إلى العشرات من أسر المفقودين من السقلاوية والرمادي والقائم بالإضافة إلى مناطق مختلفة من محافظة الأنبار من أجل أخذ شهادات هذه الأسر للوصول إلى معالجة الاختفاء القسري والبحث عن الأشخاص المخفين من أبناء محافظة الأنبار الذي وصل أعدادهم إلى الآلاف بحسب لجان معنية بحقوق الإنسان من محافظة الأنبار من المؤمن أن تقوم هذه اللجان بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز في هذه المحافظة بالإضافة إلى زيارة مدينة السقلاوية وبعض المناطق الأخرى من محافظة الأنبار للقاء أكبر عدد من أبناء هذه المحافظة من مسؤولين محليين ومنظمات حقوق الإنسان بالإضافة إلى العائلات المنكوبة حسب وصفهم بعائلات الذين اختفى أبنائهم من أبناء محافظة الأنبار لسنوات عديدة بانتظار طبعا لم يسمح لوسائل الإعلام لدخول هذا الاجتماع بانتظار سماح لوسائل الإعلام لدخول هذا الاجتماع والتقصي ماذا ستعمل هذه اللجان وستكون زياراتها وأخذ شهادات الأسر المفقودين من أبناء محافظة الأنبار هل هناك أرقام بشأن المختفين قصرا أو مجهولية المصر في الأنبار هل لديك معلومات بالتأكيد طبعا الأرقام بحسب منظمات حقوقية في الأنبار يعني الأرقام الموجودة الإحصائيات الموجودة لدى نلجة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القصري هناك مئات الأشخاص من مدينة السقلاوية بالإضافة إلى مئات آخرين من الرمادي بالإضافة إلى السقلاوية أيضا ستبحث هذه اللجان بالتنسيق مع الدول المجاورة هناك أيضا آلاف المختفين من أبناء مدينة القائم الذين تم اختطافهم على يد تنظيم داعش وأخذهم إلى مناطق في سوريا أيضا سيتم التباحث مع اللجان المعنية في محافظة الأنبار ومع ذوي هذه الأسر من أجل التلسيق مع الدول المجاورة والكشف عن مصير أيضا آلاف من هذه الأشخاص أكثرهم من منتسبية القوات الأمنية الذين تم اختطافهم من قبل تنظيم داعش أثناء سيطرت على هذه المدينة أيضا سيتم زيارة بعض السجون أيضا سيتم اللقاء بأسر عائلات مدينة السقلاوية لأخذ شهادات هذه العائلات وتدوينها ويتم البحث مع الجهات المعنية من أجل كشف عن مصير آلاف المفقودين من أبناء محافظة الأنبار هل هناك تفاؤل من قبل الأسر للوصول إلى معالجات حقيقية خصوصا أنه هي لجنة الأمم المتحدة التي ترعاها؟ بالتأكيد طبعا هذا ما كان يطمح إلى أسر المفقودين طيلة السنوات السابقة بتدخل أممي للبحث في هذا الملف الشائك الذي طال سنوات عديدة طبعا وهذه الأسر تطالب برانا وتكرارا من خلال وسائل الإعلام وخصوصا قناة دجلة بمناطق مختلفة ومنها مدينة السقلاوية المطالب المتكررة وصلت إلى نتائج إيجابية بوصول وفد من الأمم المتحدة لفتح هذا الملف الشائك والبحث عن الأشخاص المفقودين من هذه المناطق المنكوبة خصوصا مناطق محافظة الأنبار التي تعتبر من أكبر المناطق التي تم اختفاء أبنائهم على جهات مجهولة بالإضافة إلى يد عناصر تنظيم داعش من مناطق غرب محافظة الأنبار بالتأكيد هناك نتائج إيجابية بحسب العوالي التي كانت موجودة أمام بناية قام مقامية قضاء الرمادي طبعا لجهة الأمم المتحدة كانت تنوي أخذ شهادات من ممثلي هذه المناطق لكن وصول العشرات من هذه العائلات إلى مبنى قام مقامية الرمادي تم السماح لهم بدخول كل ما كان موجود من هذه العائلات لأخذ شهاداتهم من قبل لجهة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القصري في العراق اشتركوا في القناة